السلام عليكم كيف عالين تنتمينا كاملين تكونوا في صحة جيدة مرحبا بكم مرة أخرى في القناة شكرا لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على الفارتاج ديالكم شكرا على الرسائل التي تتخليوا لي في التعليق ديالكم اليوم فيديو ديال اليوم ان شاء الله حاولت انني اندي روح الكالوندرية ونشرح للناس اللي ما تعرفوش يحسبو ايام الابادة ديالهم بزاف من ما تعرفوش يحسبو ايام الابادة ديالهم كان الناس اللي تتكون بغى يوقع حمل ولكن ما تتعرفش الفترة بالضبط فن تتكون عندها الابادة انا اليوم ان شاء الله في الفيديو حاولت انني نبسط لكم ونشرح لكم امتاش تتكون ايام الابادة بنسبة للنساء اللي الدورة ديالهم والشهرية منتظمة قوي معاية الاخرة الفيديو باش هكدا تستفدوه كتر وهكدا تفهموه حتى النساء اللي ما عارفينش ولا ما عمرهم ما حسبوه ولحت النساء اللي باغين انهم ما ياخدوش الحبوب منع الحمل ما يستعملوهاش يديرو الطريقة باش يعرفو الحساب ديال الايام ديال ابادة ديالهم امتاش تيكون باش هكدا يتجنبوا حمل او وقوع حمل قوي معاية الاخرة الفيديو انا هنا حاولت انني اندي لكم وحد الكالوندغيه باش هكدا نشرح لكم وباش تفهموني كتر هنا بدا نحاول انني نحسب الابادة الوحد السيدة للدورة شهرية ديالها 28 يوم يعني منتظمة الدورة الشهرية امتاش تنعرفوها منتظمة وامتاش ما تنعرفوها راها الدورة الشهرية غير منتظمة منتا تكون عندما الدورة الشهرية منتظمة تتكون عندما تنحسبو من اول يوم ديال الابادة حتى الثمانية وعشرين راها دورة شهرية منتظمة ثمانية وعشرين تسعد عشرين حتى الربعة وثلاثين يعني حتى الربعة وثلاثين يوم راها دورة شهرية منتظمة وقل من ثمانية وعشرين حتى الستة وعشرين يوم كالنساء اللي تتجيها الدورة الشهرية على الستة وعشرين يوم تهي دورة شهرية راها منتظمة شنه هي الدورة الشهرية الغير منتظمة منتا تتفوت لنا الدورة الشهرية ديالنا 34 يوم يعني تتجينا على سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين سعود وثلاثين ربعين كينا نساء اللي تتجيها على شهرين على ثلث شهر تم دورة شهرية غير منتظمة ضروري خصنا نشوفو الطبيب ديالنا ضروري خصنا نستشروا معاه باش هكده يعطينا هرمونات يعطينا اكينات اللي قدوا لنا الهرمونات ديالنا وكذلك منتا تتجينا الدورة الشهرية على 21 يوم على 22 يوم 19 يوم راها دورة شهرية غير منتظمة كذلك يعني امتى اشتتكوا الفترة المنتظمة من 26 يوم حتى 34 يوم تم هي الدورة الشهرية المنتظمة انا هنا غنحاول نحسب لكم شنه هو يوم الابادة والناس اللي باغين يحملوا والناس كذلك اللي ما تيدروش الحبوب منع الحمل وما باغينش يحملوا يعني حاولوا انكم تتبعوا معايا انا هنا غدا نحاول انني نحسبها السيدة عند 28 يوم مثلا جاتنا الدورة الشهرية نهار واحد في الشهر واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة حتى الستة ستة 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 ايام تكون الاغتصال من الدورة الدورة الشهرية تكون عندنا نهار واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة هذو هما ايام ديال الدورة الشهرية ديالنا تتم الاغتصال من نهار ستة في الشهر كي اللي تتجيها غيث 3 ايام كي اللي تتجيها 4 ايام تتختلف من مرأة لمرأة يعني انا حسبت لكم هنا خمس ايام اغلبية نغتاصلوا نهار ستة من الدورة الشهرية ديالنا انا غدرت لكم واحد را كينا اللي تتجيها نهار را كينا اللي تتجيها نهار خمسة كذلك تتحسبي انا مثلا دورة الشهرية لهذه السيدة اللي غدا نحسب ليها جاتها نهار واحد هنحسب واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة احداش اثناش تلتاش 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 هذي هو نهار لإبادة ديالها هنا مية في المية تتكون إبادة مية في المية ولكن بعد المرات تتكون عندنا إبادة متقدمة وبعد المرات تتكون عندنا إبادة متأخرة يعني هذي نهار ربعتاش من دورة ديال السيدة يعني أنا ما تنقوش لكم من نهار واحد يعني من نهار جاتها الدورة الشهرية تتحسبي 14 يوم نهار ربعتاش هذك مية في المية يوم الإبادة ديالها يعني اللي ما كانت السيدة بغى تحمل هنا تتفادوا الجمع كانت بغى تحمل هنا تتكون فترة مية في المية فترة ديال الإبادة كذلك نهار 13 و 12 و 11 تلت أيام اللي قبل من 14 في الدورة ديالها تتكون أيام شك أيام الشك أيام الشك تهيتي حدث فيها الحمل وتتكون فيها الإبادة حتى الخمسين في المية وتلت أيام منمور 14 14 15 15 16 17 هذي تلت أيام تتكون فيها الإبادة حتى الخمسين في المية عندنا نهار 14 في الدورة ديالنا 100% تلت أيام اللي قبل منها 50% 60% وتلت أيام اللي منمورها 50% حتى 60% بالنسبة للمرأة الدورة الشهرية ديالها كيف قلت لكم 28 يوم علاش غنقول لكم هذي تلت أيام اللي أخرى علاش تيم كليها يبقى فيها حمل كذلك لأنه نهار 14 يوم ديال الدورة تتكون الإبادة البويضة تتكون جاهزة أنها الاختصاب يعني جاهزة توقيح يعني هنا تيحدث حمل والبويضة لنزلت نهار 14 تتبقى عيشة من 8 ساعات حتى الـ 24 ساعة يعني حتى الـ 24 ساعة يعني هنا تتكون فترة شك ويقدر يوقع فيها حمل وكذلك هنا من نهار 11 و12 و13 علاش تنقوله أيام شك بالنسبة للنساء اللي بغين يحملوا را عندهم من 11 في الشهر دورة ديالهم حتى النهار 17 هاد الأيام يمكن لهم يديروا العلاقة الزوجية يومياً ولا نهار آه نهار لا إن شاء الله تيوقع حمل لكان ما كان حتى شي مشكل آخر تيمنع الحمل وبالنسبة للنساء اللي ما بغين شي يحملوا يعني تيتفادوا هاد الأيام من نهار 11، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 في الدورة الشهرية ديالهم يحاولوا يدفادوها علاش تنقولوا من نهار 11 و12 و13 لا لأن الدورة الحيض بقيت فينا 6 يام اغتسلنا منها نهار 7 و8 سعود مستحيل أنه يوحدث حمل يعني مما تيحدثش حمل ولكن نهار 10 و11 إلا كانت هنا علاقة غير محمية الحيوانات المنوية ديال للزوج تيبقوا وعيشين 3 يام يعني حضاء 3 يام يعني يقدروا يوصلوا نهار 14 لإبادة ونهار 13 تقدر تكون 50% قدر يوقع حمل أنا عودة نبسط لكم باش تفهموني كتر بالنسبة للنساء اللي ما بغين شي يحملوا أي يحاولوا أنهم يتفادوا من نهار 11 تحت الدورة ديالهم حتى النهار 17 وبالنسبة للنساء اللي بغين يحملوا يعني من نهار 11 حتى النهار 17 ريقدر يوقع حمل يعني 3 يام اللي مور 14 يوم ديالهم نص ديال الدورة ديالهم تتقدر يوقع حمل 50% ديال هذا ولكن نهار نص ديالهم ريقدر نهار 14 في الشهر في الدورة ديالهم ريقدر 100 تيوقع حدوث ديال حمل وتمت تكون نهار ديال الإبادة ديالهم يعني هذا هو الأسبوع ديال الإبادة ديالنا نتمنى لكون فتكم نتمنى لكون شرحت لكم كتر وراين كلكم مش بالضرورة هنا أنا حسبت لها من نهار واحد في الشهر يمكن سيدة تجيها نهار خمسة نهار خمسة مثلا في الشهر تبدأ تحسب 1 جوج 3 ربعة خمسة حتى 14 كيف قلت لكم أنا حسبت هنا بالنسبة للسيدة من واحد مثلا جات الدورة الشهرية نهار واحد في الشهر يعني را هيمكن لكم مثلا جاتها مثلا نفترض أن جات نهار ربعة في الشهر ربعة في الشهر مثلا تبدأ تحسب عود ثاني 1 جوج 3 ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة حداش اثناش تتاشر هار 14 جاتها يعني ربعتاش هي 14 يوم ديل الضورة الشهرية جاتها نهار سبعتاش فالشهر يعني عود ثاني3 يام قبل منها وتلتييام من وراها عود ثاني جاتها مثلا نهار عشرة فالشهر تحسب عود ثاني 1 جوج 3 أربعة حتى الربعة الربعة هدك هو يوم الإباضة ثلتي يام قبل منه وتلتييام من وراها الناس اللي بغن يوقع حمل رهدك هو أسبوع ديل الإباضة ديالهم كي كانت متقدمة متأخرة والناس اللي ما بغيش يوقع حمل راه تيتفادوا هديك المرحلة ديال الأسبوع ديال الإبادة وبغيت نقول لكم حاجة واحدة آخرى كينين علامات تدل على أننا في مرحلة الإبادة كينين نساء اللي تيدرهم حريق ديال الراس بزاف تشدهم حريق في راسهم بزاف وكينين نساء كذلك اللي تتكون الانتفاخ تيحصوا بانتفاخ فتدي ديالهم وكينين اللي تتجيها إفرازات تقيلة في هديك المرحلة ديال الإبادة يعني إفرازات مش عادية تكون شوية سميكة هدوك تهما كذلك تيدلوا على أننا رفع مرحلة ديال الإبادة نتمنى من اليوم نكون نفتكم نتمنى نكونوا استفدتم من الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عدية بليجام ديالكم وبلبرتاج ديالكم الفيديو وإلى فيديو قادم بإذن الله